مدينة ورجلق جزائرية احدى المدن الغنية بالبترول ويمكن هذه المدينة تحدثنا عن ما شاء الله عن غناها وثرواتها اكتر من مر ومع ذلك يعاني جزء كبير من اهلاها من البطالة الشباب العاطلين على العمل واللي ضاقت بيهم كل سبع الحياة قرروا ان هم يخرجوا من جديد في مظاهرات وطالب باعطاهم فرصة للعمل الشريف امام البطال حتى يعمل الغربات في اليوم كي البارع في حقي ما ليش بسنة في حقي ما ليش بسنة في حقي ما ليش بسنة في حقي سلم يواس المرادات والنفياء باركات الندار الندار حكومة بلا قرار الوالي بلا قرار يا للعار يا للعار والوالي بلا قرار يا مزارة حسيبية هذه حقه ماشي مزية يا لحقه ماشي مزية أبناء المدينة شبابها كان لهم طلب واحد عايزين نشتغل عايزين فرصة عمل ده طلبهم الرئيس الأولاني والتاني والتاني يرش بركة بركة من الوقراء بركة متهميش بركة محسوبية بركة من دحيان بركة من دحيان بركة من شوانا بركة 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 لا قدوى لا رجوع و العب الحق المشهور المسيرة دي بدأت بتلاتين واربعين مواطن انضم لها بعد كده العشرات من الشباب العاطلين أي زين نشتغل لا سياسة لا تجهيس والبطال هو الرئيس سلمية 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 بطالب لا شرعية الندار للنيطار حتى يعمل البطار بركات 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 بالحجرة بركات 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 متخريش بركات بركات! 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 من جميش بركات! أسم الله ونعم الوكيل أسم الله ونعم الوكيل وش نطلب منه السكورت؟ عند ربي كنوقفو نتعود عليها عشر سنين ليومنا هذا ما زال نمشي بالمسيرات وما زال نمشي طالب حقه كعمل وكسكن إن شاء الله تفرج نوقفو مع بعضنا إن شاء الله تفرج من خلال هذه المسيرة نلاحظو أننا انطلقنا بحوالي 30 أو 40 فرد والحمد لله الناس يقولون استجابت ورانا ما شاء الله تفرجنا في مجموعة كبيرة بركات! بركات! من جميش بركات! من جميش بركات! من تخويض بركات! من تخويض بركات! يا حكومة السيبية! يا حكومة السيبية! هذا حقيبة شمزية! يا قطار يا طاحية! 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 لا ليهم دعوة بأي حاجة مطلب وحيد عايزينه يوصل لأعلى المستويات إن يحصلوا على وظيفة شريفة في بلدهم وشايفين إن ده أقل حقوق وردية عدلة! وردية عدلة! والمساة دائر حالة! والمساة دائر حالة! يعني في عود من المسؤولين تعتبر ترح يوفرنا مناصب الشعر ورح يشروع مناصب الشغل رح ينصبوننا في الأمر يكثروننا في الأمر في مكان ما يكثرون مناصب الشغل بيان الإعلامي رقم 3 بتاريخ 9 فيبري 2021 لضل احتقال شديد الذي تشهده ساحة طالبي العمل في جيكورد وبعد أسبوعين هو وقفات سلمية مبلغ بها لدى سلطات أمنية والتي لم تجد أي استجابة من طرف أي مسؤول في ملف تشغيل وعلى رأس المولي ولاية وبعدما حدث ما يخطينا من طالبي العمل الذي يتلقلوا سيراً للجزاء العاصمة وما نعيشه نحن طالبي العمل في جيكورد من تهميش ومنهج وبنقراطية سارعة طربت بكل مساعنا عرض الحائط كنخبة واعية طالبت بحقها بالعمل وشاركت في العديد من المرات كشرك اجتماعي للوصول لحل بملف تشغيل ننظم اليوم الثلاثاء 9 فيبري 2021 نعلو طالبي العمل أحرار بولاية جيكورد مسيرة الكرامة السلمية من أجل استرجاع كرامة البطال وأنه حاربت مفيد تشغيل والتهميش الذي قضى على طباحات طالبي العمل وما رجده من تجاوزات خطيرة قدت إلى احتقان جديد بساعة تشغيل بجيكورد وشعارنا لا خضوع لا رجوع والعمل حق ومشروع كما نوجه في هذا البيان رسالة صريحة لطالبي العمل بجيكورد بتوعيد الصفوف من أجل تحقيق مطلبنا التوضيب الشفاف والمباسر ومفتح تحقيق في ملف تشغيل الذي شهد تعافن كبير خلال سنوات الأخيرة بالأخير ننوي أنه لا سقف يحد تحركاتنا وأنه مواصلون في التوعية والمطالبة السلمية إلى أنه حقيقة مطالبنا المجد والخلود لشهداء الأبرار عاشت الجزائر حرة مستقلة شباب ذهبوا اللي يتظاهروا عند مبنى ولاية ورقلة وده كان تعامل الأمن معه الآن بداية الوقفة إن شاء الله أبدأ ورقلة حرار أمام مقابل ولاية ورقلة تحرج جزائر و AM و Sììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì возможно الان قوة الامن تقمع الان قوة الامن تقمع الان القامعة من قوة الامن الامن تقمع قوة الامن تقمع الان الان قامعة الان قوة الامن تقمع قوة الامر ما اقتقم على اخر البطارين اعتداءات والقاء قبض حصل على شباب مدينة ورجلة تلك المدينة الغنية بنفطها وشبابها لكنها تعاني تسألني ازاي اقول لك الله اعلم اشتركوا في القناة 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 شكرا